ومع بشائر الخير والرحمة وباللوحة الجمالية الخلابة نختتم أخبار الدار حيث استمرت سحب الكوس بالتوافد وبشكل كثيف على الساحل الشرقي مع استمرار التساقط الرداذ من ساعات الليل والفجر إلى صباح اليوم أذى وشهدت الحدائق المعلقة وبحيرة الحفية بكلباء في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة إقبالا كبيرا من الزوار من شتى إمارات الدولة في ظل هذه الأجواء الجميلة هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون التقص غدا صحوا بوجه عام غائما جزئيا إلى غائما أحيانا على الساحل الشرقي وتظهر السحب شرقا وجنوبا بعد الظهر ويصبح راطبا ليلا وصباحا الاثنين على بعض المناطق غربا وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار والأترباء خاصة شمالا وشرقا ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط قد يضطرب أحيانا وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر